مرحبا بكم مرحبا بكم ومن ثم سقط المسدس من يديها إلى من كان يقف في المحل ومن شد الغبائل للصحة ولا الصعود على اللوح الزجاجية حتى يتمكن من الحصول على المسدس وحينها تحطم اللوح الزجاجية مما جعله يواجه جروحا كبير في ساقه وحينها اكتشف أن أنسب حل هو الرقد في أسرع وقت ممكن قبل أن تلحق الشرطة ولكن نتيجة لسوء حظه كان البنتال يتساقط منه هذا ما سبب له صعوبة في الرقد من أغرب عمليات السرقة التي قد حدثت في إحدى الأيام هو أن هذا الرجل قرر الهرب من هذا البنك والذي قد تمكن من سرقته بالفعل ولكن بمجرد أن حاول القيام بهذا الشيء تمكن من الخروج من الغرفة وبعدها بالصدفة تم غلق الباب مما أدى لحبسه بين الأبواب الثلاثة هذا ما جعل عمليات الهرب بالرغم من نجاح السرقة أمر مستحيل وفي نهاية جاءت الشرطة وتمكن من ألقاء القبض عليه مما جعله يشعر بالحزن والأسى في هذا الفيديو يمكنك أن ترى كيف ظهر هؤلاء اللصوص في مشهد سخيف للغاية حيث كان الجميع يحاولون الهرب من الحانة التي كانوا يحاولون سرقتها ولكن بالرغم من أنه لم يكن هناك أي شخص بالداخل يمنعه من الهروب بصورة طبيعية قرر كل شخص منهم أن يقم بالزحف على الأرض حتى يتمكن من الهروب وفي الحقيقة أصاب هذا الشيء الكثير من الناس بالذهول ولهذا حقق هذا الفيديو الكثير من المشاهدات بعدما تم نشره على مختلف مواقع التواصل الاجتماعية ذات مرة حاول أحد اللصوص سرقت دراجة من أمام قسم الشرطة وفي الحقيقة يعد هذا المكان من الأماكن التي ليس من السهل على أي شخص أن يقم بسرقة أي شيء منها ولكن الشاب ضمن أنه لو قام بارتداء القناع على وجهه بهذا الشكل فلن يتمكن أي من رجال الشرطة باكتشافه ولكن ما ظهر أمامنا في الفيديو يوضح لنا كيف أن هذا اللص من أغبى اللصوص في العالم نتيجة لأن رجال الشرطة تمكنوا من القبض عليه في أسرع وقت يمتاز هذا الرجل بقدر كبير من الغباء وهو ما جعله يقم بعمل هذا الشيء بالرغم من صعوبته بدأ الأمر حينما حاول أن يقوم بحمل منشار كهربائي أسفل ملابس حتى يتمكن من سرقته ولكن نتيجة لكبر حجم المنشار ونتيجة لصعوبة السير تمكن العاملون في المتجر من ملاحظة هذا التصرف السازج مما جعلهم قادرون على إلقاء القبض عليها في مرة أخر حاول لصوص مع صديقته الدخول إلى المتجر لصرقة الأموال وبعض المنتجات لكن العاملين في المتجر لاحظوا هذا الشيء وهذا ما دفعهم للاتصال بالشرطة الأمر الغريب أن صديق هذه الفتاة حاول وضعها بينه وبين الشرطية كحاجز حتى لا يجعلهم قادرون على الإمساكب ولكن بالرغم من ذلك تمكن الشرطي من إلقاء القبض على هذا الشاب حينها حاولت الفتاة الهرب من داخل المتجر إلى أي مكان آخر الغريب أنها كانت تسير في الطابق العلوية وهذا ما جعلها تسقط من الأعلى على الأرض مما جعلها تسلم نفسها للشرطة دون قصد مما يدل على مدى سزاجتها وغبائها الشديد من المعروف أنه لو كنت تخطط للقيام بعمليات سرقة فمن الأفضل أن تقوم بسرقة أشياء ذات قيمة عالية بدلا من أن تسرق أشياء لا قيمة لها هذا ما قد حدث في هذا الفيديو حيث تمكن هؤلاء المجموعة المقنعة من الدخول للمتجر بطريقة غريبة للغاية كلما قاموا به أنهم كانوا يتدحرجون على الأرض بصورة مضحقة حتى تمكنوا من الوصول إلى داخل المتجر تمكنوا من تحطيم الباب الزجاجية باستخدام أداة حدام عدنية كبيرة ومن ثم قاموا بسرقة أشياء غريبة مثل الحفار والسماعات الصوتية العالية وكاشف للأضواء وبعض الألعاب هذا ما أصاب الكثير من الناس بالذهول نتيجة لقيام هؤلاء اللصوص بتنفيذ هذه القطة الغريبة وصرقة أشياء لا قيمة لها على الإطلاق حاول هؤلاء اللصوص صرقة المجوهرة التي كانت توجد أسفل هذا اللوح الزجاجي السميك لهذا استخدموا بعضا من المطارق القوية حتى تمكنوا من تحطيم الزجاج ولكن نتيجة لأن هذا الزجاج كان سميك جدا استورق الأمر معهم فترة من الوقت وحتى تمكنوا في النهاية من تحطيمه بالكامل ولكن هذا قد أدى لتساقط كميات كبيرة من المجوهرات مما أدى إلى ضياعهم في النهاية وعدم القدر على الحصول على المجوهرات بعد كل هذا العناء تعد اللوحات الفنية واحدة من الأشياء الرائعة التي يحاول الكثير من الناس الحصول على لوحة أصلية منها ولكنها تكون بسعر ضاهز الثمن لذا حاول هذا الشاب القيام بسرقة هذه اللوحة ولكن بطريقة غبية للغاية ظن أنه سيتمكن من حمل اللوحة أسفل الستر الخاصة به ولكنه لم يتمكن لهذا حملها تحت ذراعه حتى تمكن من العبور من البوابة الرئيسية ولكن الشرطة تمكنت من اللحاق به حتى ندم على هذا التصرف الغريب الذي انتهى به بالبقاء في السجن هدان الشابان كان يحاول نقتحام هذا المنزل وتحطيم الزجاج الخاص به عن طريق إلقاء كمية كبيرة من الحجارة ولكن ما ظهر على الكاميرا أصاب الكثير من الناس بالضحك ودى لتوقف عمليات السرقة تلك حيث أن أحدهم قام بإلقاء حجارة كبيرة على رأس زميله بهدف تحطيم الزجاج ولكن في الحقيقة أن هذه الحجارة جعلته يعاني كثيرا حتى توقفت عمليات السرقة بالكامل نتيجة لهذا الخطأ حولها درجة الاقتحام منزل عن طريق نزع الأبواب الحديدية الكبيرة ولكن هذا سبب له معاناة كبيرة حيث أنه قام بنزع الأبواب بصورة خاطئة مما جعله يعاني بدرجة كبيرة نتيجة لهذا التصرف الغريب حيث أن الأبواب الحديدية سقطت على ساقه مما أدى إلى كسرها بالكامل ولم يعد قادرا على السير عليها مرة أخرى مما جعل عملية الهرب بعد فشل العملية أمرا صعبا ومستحيلا هذا ما يدل على مدى صعوبة وفشل هذا السارق في تنفيذ عملية التي كان يخطط لها هذا الموقف سيصيبك بالضحك بطريقة كبيرة للغاية حيث أن هذا الرجل دخل إلى محل المجوهرات وتظاهر بأنه يرغب في الحصول على سلسلة ذهبية ولكن في الحقيقة أن هذا الشيء لم يتم كما كان يرغب حيث أنه كان يرغب في أن يقوم بلبس السلسلة ومن ثم يهرب من المحل ولكن صاحب المحل كان على دراية بهذا الشيء وأنه سوف يحدث ولهذا حينما حاول الرجل الرقد إلى الباب اكتشف أنه كان مغلقا وحينها تمكن صاحب المحل من الاتصال بالشرطة حتى تمكن من القبض عليها وحينها ندم الرجل أشد الندم على قيامه بهذا الشيء تمكنت هذه السيدة من وضع مجموعة من الكاميرات على محل الهواتف الخلوية الخاص بها حتى تتمكن من حمايته من أي مخاطر أو أي عمليات للسرقة كما أنها قامت بوضع باب يشبه الشبكة ويمكن أن يمتد للخارج ويمتد للداخل ولكن في الحقيقة أن هذا مكن اللص من الدخول للمنزل ولم يتمكن من الخروج حتى عاد رجال الشرطة بعدما شهدت صاحبة المحل كل هذا الشيء على الكاميرات المتصلة بالهاتف ومن ثم ساعده على الخروج حتى قاموا بإلقاء القبض عليه وفي النهاية ما هي أكثر عملية سرقة أدهشتك اليوم في هذا الفيديو أخبرون في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم منا كل ما هو جديد نراكم في الفيديو القادم وإلى اللقاء